بدأت الموسم تمت قاعدتك لنادي الإسماعيدي ليه خدت الخطوة دي وليه تمت قاعدتك لنادي الإسماعيدي وانا خدت الخطوة دي عشان انا عايزة لعب اكتر وفي ناس في النادي هي اللي كانت عايزة تطلعني برضو عادي ساعتها كان مازك محسين السيد آه محسين السيد وحسين السيد اه وكان ناسك رئيس نادي نحسين لبيب وانا كنت اصلا يعني كان فترة ما كنتش طالع لإسماعيل انا كنت طالع الجونة وااا طالع الجونة او المصري كان ساعتها بقى حسين السيد قال لا رفض رفض لنطلع الجونة ورافض لنطلع المصري وطلعني لإسماعيلي لدي إسماعيل نادي كبير جدا بس أنا فرسيتي كانت في اللعبة كانت بقى أحسن في في نادي من الجونة أو المصر senate اون لاتش فيه حد لكن النادي ago伊سماعلي كان فيه اثنين اثنين ثلاثة بلعبه ولعبه كويسه جدا كانت بقى فرسيتي انا مش مش قوية مش قوية يعني بقى لعب snow يعني لما روحت لعبت كNENWL drawn on match 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 أنا محبتش الموضوع أني طالعه من نادي الزمالك عشان نلعب مش طالع من نادي زمالك عشان نلعب match 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 بس طب ليه فرض عليك الاسماعيلي بالتحديد اهو مش عارف يعني حسابات تانية انا مش عارفها بصلاح هلكنوا عايزين حد لعيب من الاسماعيلي فانت كنت تتخش فالامور تبقى متسهلة ولا الامور بالنسبة لك لا اهو انت هتروح الاسماعيلي وخلاص اهو انت هتروح الاسماعيلي ان انت كانت رغبتك الجنة او المصر اه عشان هلعب اكتر عشان هرجع هلعب اكتر ولو لعيبت اكتر هرجع يعني ان شاء الله كنت هرجع نادي الزمالك رقم واحد ووفقت بناء على رغبة نادي الزمالك وطب ايه ان انت مش هتعارض فوافقت روحت الاسماعيلي بقى ايه اللي حصل جوه ما حصلش حاجة الناس قبريتني وقابلة كويسة يعني نادي الاسماعيلي نادي محترم جدا وفي لعيبة كويسة جدا يعني ومن اكبر النوادي في مصر وفي افريقيا نادي الاسماعيلي وانا حابب الاسماعيلي ما كنتش مش حابه بس انا فرصتي في اللعب ما كانش هتبقى قوية خالص يعني ان دا الاسماعيلي نادي كبير جدا جدا وانادي كويس والإدارة كويسة والناس اللي فقال كويسة بس عادي انا بتكلمتش مع براون قلت له انا جاي اعارة عشان الالعب انا محتاج فرصة لعب اكبر بتكلمش انا مليش لعب الحاجات دي انا كنت في المنتخب يعني انا كنت اصلا في البلعب بلعب وروحت المنتخب رجعت كنت راجع من المنتخب على ماتش الزمالك ما لعبتش وما تكلمتش ما بطيتش اتكلم معاي معاي انا كنيف سلعب ماتش الزمالك كان ما كنت ما تكلمتش حادي انت عادتيني خاص بس وبالتالي حسيت انك مش يبقى ليك دور فقررت ان انت تمشي ترجع تاني اه انا كرر ده من بدري جدا اللي انا ارجع على النادي بتاعي بتاعي تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة